مشاهدينا إذن هذا هو نبدأ أو نفتح نقاشنا صبيحة اليوم لنناقش هذا القضية وهذه النقطة مرض فرطة تيروزين سنتحدث عن أسبابه عراضه وطرق العلاج كما نتحدث عن كونه مرض نادر يصيب الأطفال بكثرة ويسبب فشل كلا وحد نتحدث أيضا عن ندرة طعام المخصص لمرض فرطة تيروزين بالجزير طبعا هذه المشكلة زادت من معاناتهم طبعا لنقاش النقطة وهذا المشكل أربط الاتصال مع الدكتور عبد الحفيظ عيادة طبيب عام صباحك سعيد سيدي صباح النور صباح الورد الأخ الكريم شكرا لك دكتور بداية مرض فرطة تيروزين لو نعرفه لسيدة المشاهدين أكثر ونتحدث عن أسبابه والأعراض انتاعه والطرق العلاج شكرا جزيلا للإضافة المرض فرطة تيروزين هو مرض نادر جدا حتى نسبة حدوثه على مستوى الأشخاص تتراوح في بعض الأحيان إلى شخصين في المليونين يعني من ندرته للتوضيح فقط بعد أن يكون المشاهد على دراية بهذا المرض أن التيروزين هو حمض أميني نحن نعرف بأن البروتينات هي البروتينات هو جوزيئة مكونة من عدة أحماض أمينية تقريبا عندنا 20 حمض أميني لتكون البروتينات هذه البروتينات عند تناولها سواء كانت نباتية أو حيوانية عند تناولها في جسم الإنسان يقوم الجسم على تحليلها إلى أحماض أمينية ثم هذه الأحماض الأمينية يصرها على مستوى الكبد يصرها تفكك من بين هذه الأحماض الأمينية العشرين كأن هناك حمض أميني يسمى التيروزين هذا التيروزين الكبد بالنسبة للأطفال المرضى لعندهم فرط في التيروزين لماذا هناك فرط؟ لأن التيروزين عندما يمر بالكبد لا يجد إنزيم يحلله على مستوى الكبد وهذا المرض ناتج هو وراثي يعني الأطفال يخلقوا بهذا المرض عندهم نقص في هذا الإنزيم الذي يعمل على تحليل الحمض الأميني من نوع التيروزين وهذا فيه ثلاث أنواعي يعني تيب آ يعني النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث النوع الأول هو الأكثر انتشاراً مع أنه نادر هو المصنف الأول أما الثاني والثالث هو نوعاً ما أقل في التوجد هذا من ناحية إذن الإنزيم هذا المسؤول والغير موجود يعني وراثياً وطبيعياً على مستوى الكبد يؤدي إلى أن التيروزين يزيد يكون يعني هناك كيميل ولا زيادة في فرض في هذا التيروزين وهذا التيروزين عندما يكون زائد على مستوى يتعكم على مستوى الكبد على مستوى الكلا يؤدي إلى تسممات خطيرة ويؤدي إلى حدوث مضاعفات ها من بين هذه المضاعفات التي سنذكرها الآن هي مضاعفات هذا المرض أول حاجة تؤدي على مستوى الكبد إلى بمعنى فشل كبدي حاد وهذه أعراضه يعني تظهر أعراض مثلاً تقيؤ إصفرار على مستوى الوجه والعينين تكون الماء في الغلاف الداخلي للبطن هبوط شديد على مستوى للسكري وانتفاخ في جميع الجسم وكذلك إيموراجي أو نذيف حاد هذا على مستوى الكبد هذه أعراضه ثانياً هناك فشل كالوي هذا الفشل الكالوي يؤدي إلى أن هناك يعني يتصبح العظام غير صحيحة يعني بمعنى أن هناك نقص على مستوى الكالكيوم أو الفوسفور يؤدي إلى أن العظام تكون هشة هذا على مستوى الكلا كذلك هناك دخول نغولوجيك بمعنى اختلال على مستوى الأعصاب لماذا؟ لأن الحمض الآمن من نوع التيروزين هذا هو يتدخل في صناعة بعض الهرمونات والنواق العصبية كالدوطامين والأدرينالين وعندما ينقص التيروزين يؤدي إلى أن هناك نقص واختلال على مستوى الدوطامين والأدرينالين وهذا يؤدي إلى اختلالات اضطرابات نغولوجيك بمعنى عصبية حادة يؤدي إلى هناك تأخر حتى في النمو العقلي والنواق العصبية هذا بالنسبة للأعراض هذا المرض ننتقل الآن بالنسبة لكيفية اكتشاف هذا المرض هو هذا المرض نادر ونادر وحتى الامكانيات في اكتشافه امكانيات صعبة والتحاليل المسؤولة على يعني بأن اكتشفوا هذا المرض رأي تحاليل نوعا ما خاصة جدا 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 وهو بما أنه مرض نادر هذا يؤدي إلى أن الأطباء لا يفكرون في تواجده هنا في الجزائر والآن الحمد لله التطور العلمي أدى أنه نقدر نكتشفه هذا المرض حتى في المرحلة الجنينية لما يكون حتى الجنين في بطن أمه نعم في بطن أمه يقدروا يكتشفوا هذا المرض حتى قبل ولادته ويستطيعوا الآن اكتشاف هذا المرض حتى وهو في المرحلة الأولى نعم دكتور على ذكر أنت قلت أنه يمكن اكتشافه حتى اكتشافه مرحلة الجنينية في بطن الأم هل يمكن ربما علاجه في الأيام الأولى لما يتم اكتشافه نعم عند اكتشافه قلنا في المرحلة الجنينية يستطيع اكتشافه ويستطيع اكتشافه حتى في الأيام الأولى من الولادة نعملنا بالمرض تظهر بعد أسابيع في الأسابيع الأولى تقريبا 6 أسابيع الأولى تظهر أعراض المرض إذن يمكن اكتشاف المرض في الأيام الأولى والتدخل علاجيا بحيث حتى الأعراض ممكن ما تبينش الأعراض ويبدأ العلاج مباشرة عند هؤلاء الأطفال وبربي بإذن الله يكونوا في حالة مستقرة نعم دكتور هناك مشكل يعني هناك مشكل اللي هو كما كنا نشوفه في التقرير وأيضا في صور اللي جات في التقرير هناك قضية التغذية بالنسبة لهؤلاء المرضى ندرة الطعام المخصص لمرضى فرطة تيروزين يعني كيف يمكن التعامل وشنه هو الغذاء انتاحهم اللي هكذا يتنبهوا ليه الأولياء وربما باش ما يقعش مضاعفات لقدر لهؤلاء المرضى نعم هو هذا الهنا نحن ندخل الآن في العلاج نعم أنه رح نحكيه على التغذية إذا رح ندخله في العلاج العلاج يتكون من ثلاث مراحل المراحل الأولى هو كينهو علاج كيندواء الآن لا أعلم إن كان هنا في الجزائر أم لا يعني حسب ظني أنه مكانش في الجزائر هو دواء نيتيزيونون هذا الدواء يعني خاص بهذه الفئة واللي يمنع تراكم التيروزين على مستوى الكبد والكيندواء هذا الهلاج الأول يعني يأخذ الطفل وهذا يؤدي إلى يعني الراحة أو الشفاء بنسبة 90% عند هذه الفئة الثاني هو ريجيم بمعنى النظام غدائي يكون فيه ما فيهش التيروزين وهذا يعني نظام غدائي مستحيل يعني الآباء أنهم يقدروا يمنعوا أو يكتشفوا ما هي الأغذية اللي ما فيهش التيروزين هنا يلجأون إلى شراء الأنواع الأغذية الحيوانية والنباتية اللي يكون ما فيهش التيروزين وهذا يجب أن تصنع يعني تحت شراف طبي وإشارة صيضاناني خاصة هذه ممكن في بلدنا مش موزودة وهذا يؤدي إلى مضاعفة معاناة الأولياء بنسبة لهذا المرض وهو مستحيل ما هي يقدروا يكتشفوا ما هي الأطعمة لمفيهش التيروزين هذا الرجيم يعني لازم يكون تحت إشراف يعني وأدوية وريجيم خاص وأكل خاص مثل المراضي سولياك أو النفس اللي تعاني من المراضي سولياك عندهم الأطعمة تحم تباع حتى هذا الطعام يباع هنا في الجزائر الله أعلم مئة في الخارج يوجد هذا الطعام الحل الثالث يعني هذا في حال فشل الحلين الأولين هو الروح إلى زراعة الكبد هذه اللي تخلي الناس هادما يستغناء على الكبد التحم اللي مفيهش موجود اللي فيها عدم قدرة على تصنيع الأنزيم ويعوض بزراعة الكبد اللي تخلص مهائيا من هذا المرض ذن الدكتور عبد الحفيظ عيادة طبيب العام شكرا ليك ترجمة نانسي قنقر